السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اياكم الله بقناة أخوكم عايد الهاجري على اليوتيوب وعلى استقرام عايد الهاجري قناة ثقافية تحليمية متنوهة نحب نساعد الناس ونثقفهم أمور بسيطة لكن صداها كبير جدا تفيد الناس يا أخوان الكثير منكم عندما كان مولد عندما كان مولد كهرباء ففتحت أكثر المولدات الفتحة بالكارتير هذا البرغي شايفينه هذا البرغي الأصلي على أساس تسكر الكارتير وين المشكلة؟ المشكلة أن يجيك المكانيكي يقولك أنا فكلك الكارتير بالكامل وأخذه أودي الصناعية وألحم عليه بايب ورد أركبه مرة ثانية فيأخذ عليك مبلغ كبير وما ودك تخرب البايب طيب تقوم طالع ملك شا تسوي تقوم تاخذ نص إنش فيه سن طبعا موجود فيه سن هذا جاهز يباع في كل مكان حتى لما فيه سن تسوي لسن تاخذ معاك البرغي هذا لا تجرب أنا ما خليت قياس ما جربته لا ستيك ستيل نحاس كل شيء ما يركب تاخذ البرغي هذا الأصلي وتاخذ البايب هذا وتوديه المخرطة خرطة لك مبلغ زهيد جدا يمكن مثل ثلاث دنانير أنا سويتها بثلاث دنانير لا لا مانا قال لي خمسة قلت له بثلاثة قال لي أوكي حلو وتجيب محبس أو حنفية تمام حاول تاخذ الأصلي لا تاخذ تجاري أخذ الأصلي وتكمل بايب مع تكملة البايب تركب الهوز بالبايب صار عندك المخرج هذا هنا شوفوا كل ما تبي تبدل دهن كل اللي عليك تفتح البايب يطيح الدهن خلصت سكر كان الله غفورا رحيمة هذا أوفر عليك من أنك تلحم وتخرب الكارتير وتعبس الدنيا وتشيل الكارتير بشرط أنك تاخذ الأصلي معك وتخليه الخراط يسوي لك المخرطة يسوي لك السن نفسه أبدا ما يركب إلا نفسه بالضبط تمام يا أخوان تمام الحين حنا مفرغين الزيت أردي أي مكينة عندك يا أخوان شوفوا الشي اسمه العلامة علامة عيت طلع نضبط نحاول نقرغبها المهم عندك علامتين الـ H والـ L هذا بش بالطريقة هذه تبدل الفلتر راح أسوي لكم إن شاء الله إذا جيت ببدل الفلتر راح أسوي لكم درس عن تبديل الفلتر الدهن والديزل يعني ما حاجة تجيب عاملة أو تجيب كذا أنت تشتري فلاترك وتضبط السيرفس مع المكينة عشان لا يكلفك يا أخوان أي قياس دهن هذا وشوفوا الـ H والـ L فيه شخطتين الشخطة اللي تحت يعني هذا أقل كمية زيت الشخطة اللي فوق يعني خلاص فولت فأنت ما تعرف قياس ما كنتك كم دولك أتاخذ كم لتر تقوم تعبي وتخلي لما ينزل الزيت بالكارتر وتطلع وتقيس إذا وصلت الشخطة اللي فوق خلاص هذا معيارك مضبوط 100 بالـ 100 طبعا نحن يا أخوان قاعدين نعبي الزيت أنا عارف قياسي تمام بس رح أوريكم القياس هذه 8 لتر إن شاء الله مع الفلتر تضبوط عبنا الزيت وخلاصنا يا أخوان شوفوا المعيار زايد شوي أنا زيت على أساس بفضل إن شوي بلوكم للتجربة نقوم نفتح حنافية شوفوا الزيت بدا يطلع منسكر حنافية يوقف الزيت خلاص سكرنا حنافية عافية زيت يطلع إذا بغيت تبدل زيت أبدا تحط هذا بالجركل تفتح الحنافية وتفضي الزيت كله تخلي يفضي على راحته والقياس مثل ما قلت لكم من يوصل الـ H أو الشخط اللي فوق معناته زيتك فل وانتظرونا إن شاء الله في بيديوهات قادمة والفايدة للجميع إن شاء الله سوونا إضافة وسوونا لايك وسوونا نشر للقناة يا إخوان إزاكم الله خير شكرا لكم